السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من خلال حلقة النهاردة هنتعلم ازاي ان ناخد سكرينشوت الموقع كامل من بدايته لنحيته في الصورة واحدة بس اي صفحة او اي موقع عاجبك على الانترنت او عاوز تاخد منه معلومة او عاوز تستفد منه الاغراض تعليمية بتبقى تعاوز تاخد نسخة كاملة من الموقع بالكامل في الصورة واحدة الكلام ده كله بطريقة بسيطة من خلال اداة هنقدمها النهاردة الاداة مجانية مية في المية وهتتسطب على متصفح جوجل كروم نبدأ نشوف الشرح كده اولا هسيب لك الرابط الخاص بالاداة في الوصف تحت الفيديو هتبدأ تحمله هيفتح معك بالشكل ده كده تضغط على الاضافة الى جوجل كروم وتعمل تثبيت للاضافة بعدها الاضافة هتظهر معاك في الشريط ده لو مظاهرتش هتخش على علامة الدبوس عشان تبدأ تظهرها هي دلوقت بتحمل عشان تبدأ تتسطب على المتصفح ونبدأ نظهر جاءت لك رسالة بشكل ده كده بانت خلاص الاضافة اتسطبت معاك لكن اختفت زي ما انت شفت كده تضغط عليها وتضغط على علامة الدبوس هتظهر معاك تاني خلاص كده الاضافة جاهزة معنا ان احنا نستخدمها بكل بساطة هتقفل كل اللي قدامك ده وهتيجي على اي صفحة انت عاوزها انا مثلا عاوز صفحة الصباح للمعلومات ده موقع الموقع فيه تفاصيل كتير وانا عاوز اخد سكرين من القلب ده او من شكل الموقع بالكامل من اول والاخره في صورة واحدة بس هعمل ايه بكل بساطة هطلع فوق خلص كده وهدغط على الاضافة اللي احنا لسه نستطى بينها هي ضغطة واحدة بس هيبدأ يحمل وبياخد الموقع بالكامل دلوقتي بيصوره كل الصفحات وكل الاجزاء ويدمجها مع بعض في صورة واحدة بس وهتشوف جود الصورة بعد ما تنزل وتتحمل دلوقتي هو كده خلاص فان نشاهه وهيبدأ يجيب لك شوف الصورة كاملة هاي للموقع هيبدأ يجيب لك علامة الدولود اللي هي دولود امج بي ان جي ودي اعلى جودة هنعمل لها تحميل وبرضه بيقول لك انك تقدر تحملها بي دي اف هنعمل تحميل وبعدها هنشوف الصورة وجودتها الصورة اللي نزلت اهيه هتبدأ تقرب كده الصورة وتشوف جود الصورة زي ما انت شايف كده جودة عالية جدا لو قربت كتر من كده كمان الجودة جميلة كل اجزاء الموقع زي ما انت شايف بالكامل من بدايته لانهايته هو خد لك منها صورة دي بتنفع للناس اللي هما بيستخدموا او بيعملوا قوالب وحبين ان هما يعملوا معينة للقوالب بتاعهم او يحطوا الصورة دي في مقالة او حاجة زي كده فالموضوع بالنسبة لهم هيبقى سهل من خلال الاضافة دي شكل جميل جدا وكمان جودة عالية جدا لو تاخد بالك انا هعمل اقرب والجودة كويسة جدا مفيش فيها اي مشاكل خلاص ده بالنسبة للطريقة الاولى احنا معنا طريقة تانية برضو سهلة ولو حبيت تنزل ملف بي دي اف لو دست دا واللوت كده هيبدأ يحمل معاك تحت ونزلك ملف بي دي اف لو بسطت عليه كده اتحمل معاك ملف بي دي اف زي ما انت شايف برضو جودة عالية جدا حبيت تعمل زي ما فيش مشكلة تبيع التاني وتشوف ملف بي دي اف سواء بقى انت هتستخدم الصورة دي يعني في اطباعة او انت اصلا داخل الموقع وعاوز تتسفد من جزء معين من الموقع او الموقع بالكامل واخدت منه تصوير ده حاجة رجع لك انت ورجع لإستخدامك انت هنبدأ نقفل بكل التفاصيل دي كلها تخلاص مش عاوزينها وهنرجع بقى للاضافة التانية او الطريقة التانية اللي نقدر ناخد بيها صورة برضو للموقع بالكامل طبيعي جدا كلنا من غير برضو منشرح البرنامج ومش ينفع سيب لك روابط ليه لان هو برنامج مدفوع النسخة الجديدة منه البرنامج بيسطب وبعد كده بيظهر لك عدة كتوب كده وده بيصور برضو شاشة البرنامج ده بيصور شاشة تصوير فيديو شروحات وكلام من ده وفيه برضو صور سابتة وكلام من ده فانا بالنسبة لي هستفاد بالتطبيق ده او بالموقع ده هضغط هنا كده وفيه عندي علامة مؤشر زي ما انتو شايفين كده اهو اللي هو ده هضغط عليه وهبدأ انزل بالصفحة هسحب كده الصفحة وانزل بيها طول ما انا نزل كده هو بيصور لي الصفحة دي بيعمل آآ آآ سكرين يعني كاملة من البداية للنهاية للصفحة بس المهم ان انت تاخد الصفحة تنزل بها للنهاية خلاص طالما انت سيبت كده هو كده تصور انا خلاص سيبت ايدي خدت الصفحة نزلت بيها من فوق لحد تحت وهو صور لي الصفحة بالكامل زي ما انت شايف كده اعمل ايه بقى بعدها بعدها على طول هضغط على كلمة واختر المكان اللي انا عاوز احفظ عليه واضغط حفظ اختر مثلا ده او حتى على الديسكتوب عادي وهشوف جودتها عاملة ازاي عملت للصورة حفظ خلاص انا اقفل البرنامج بش عاوزوا الصورة اللي نزلت من اه 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 برضو بنفس الجودة جودة عالية جدا بنفس الطريقة لكن في عيوب بسيطة اللي هي ايه شوفت الجزء ده ده يعتبر عيب في البرنامج او في يعني ممكن ما نلاقوش في اجزاء تانية في الصفحة لكن انا بفضل طبعا الاضافة بفضل الاضافة الاولى اللي احنا قدمناها لكن برضو ما تعتبرش انا مش شايف ان الجزء الصغير ده يعتبر عيب يعني في الصفحة لكن الصورة جميلة جدا برضو رائعة والطريقة الاولى انا بفضلها لانها اسهل مش تحتاج تسطب برامج مش تحتاج تسطب فاست ستون ولا اي حاجة انت من خلال متصفح نفسه خلاص بتاخد اي لأي صفحة وخلاص بطريقة سهلة جدا وبسيطة زي ما احنا شفنا كده طبعا في ناس بتستخدم او بتحب بتعمل الموضوع ده الاغراض آآ تعليمية مثلا في جزء في الصفحة او الصفحة بالكامل عاوز ياخد منها آآ عشان يحفظها بعد كده يحتاجها في حاجة تانية بكل بساطة تكة واحدة كده بدأ تحمل معاك الصفحة بالكامل زي ما اتعودنا بقدم لكم الحلقات السهلة الحلقات البسيطة اللي هي مش فيها تعقيد وطبعا بتبقى حاجات حصرية وجميلة جدا نتمنى منكم تدعموا قناة الصباغ للمعلوميات بمشاركة الفيديو ده وان يكون فيه تفاعل عليه سواء بالاعجاب او بالتعليق وفي نهاية الحلقة اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر